اهلا بكم مشاهدين الى لقاء خاص يسرنا ان نلتقي المهندس مروان الفاعوري الامين العام للمنتدى العالمي للوسطية مرحبا بك استاذ مروان معنا في هذا الحوار على قناة الرافدين اهلا وسهلا بكم اليوم في احسان وبهذه القناة المؤثرة وما تمثل من رسالة فكرية حضارية رسالة الوعي في الامة ككل وفي العراق تحديدا اهلا بك يسرنا ان نبدأ من سؤال عن تعريف للمنتدى العالمي للوسطية وبداية تأسيس هذا المنتدى تفضل المنتدى العالمي للوسطية هيئة دولية وهو صيحة في العالم الاسلامي في وقت انحدرت الامة في كافة جوانبها وعانت من انحطاط نتيجة ثالوث الغلاء والغزاء والطغاء وهذا المنتدى بدأ العمل عليه منذ حوالي عام 2000 تقريبا اكثر من عشرين عام والتقى مجموعة من المفكرين والعلماء والدعاء يمثلون مشارب متعددة بهدف تأسيس هذا المنتدى ليكون شمعة وسط هذا الظلام وليكون منبر يدعو الامة الى التزام المنهج الوسطي وهو ليس حالة رمادية وليس حالة هلامية وانما هو دعوة الامة لاعمال الحقل والحكمة والتخطيط وتجميع الطاقات وتوحيد الجهود للنهوض بالامة الاسلامية من واقعها البئيس الى مستقبل يضاهي ما كانت عليه الامة في اوجع عزتها وكرمتها وكان هذا المنتدى يرأسه الامام الصادق المهدي رحمه الله والان يرأسه الشيخ عبدالفتاح مورو وكوكبة من علماء العالم الاسلامي من عدد كبير من الدول العربية والاسلامية ورسالة هذا المنتدى اعمال منهج الوسطية على صعيد الفرد والاسرة والمجتمع والدولة والامة لنصل بالنهاية الى امة راشدة تستحق ان تكون خير امة اخرجت للناس وتستحق ايضا الوسام والوصف الذي وصفه الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطة لتكونوا شهداء على الناس وهذا الشهود الحضاري لا يمكن ان يتأتى الا من خلال امة عاقلة حكيمة تمسك بزمام العلم والحضارة والتقدم والتفوق ولديها مخزون قيامي اخلاقي روحي يمكن ان يساعد في اخراج هذه البشرية من واقعها ومن وهدتها الى ان تنهض هذه الامة باتجاه السير الى الله عز وجل والسير على منهاجه فيما يسعدها ويحقق لها بالنهاية الطموحات والامال التي ارادها الله عز وجل للبشرية ككل نعم استاذ مروان هل واجهتكم صعوبات في مرحلة تأسيس المنتدى؟ بالتأكيد هناك صعوبات كبيرة نتيجة ان الوسطية كمفهوم يعاني من محاولة اختطاف اختطاف من قبل الحكام لتجيير هذا المفهوم بما يتلائم بمصالحهم وظروفهم وايضا ما يعاني الدهماء من محاولة تمييع لمفاهيم الدين والبحث عن الايسر والاسهل في كل شيء والوسطية كما قلت هي ليست حالة بيوعة وليست اداة لتوظيف الدين لخدمة السياسات والانظمة المتجبرة في العالم الاسلامي ولاحظنا كثير من الانظمة كانت تحاول ان ترفع شعار الوسطية في اطار التقارب مع اسرائيل والتقارب مع العدو الصهيوني وبالتأكيد هذا محاولة تلويث لهذه المفاهيم واعتقد هذا كان من اهم الاخطار التي واجهتها الوسطية لذلك حاولنا في مؤتمراتنا الاولى في عام 2004 ان نطرح مفهوم الوسطية ماذا نعني بالوسطية بين المؤتمر الذي عقدناه كان عنوانه وسطية الاسلام بين الفكر والممارسة كيف يمكن ان تكون هذه الوسطية وما هي الوسطية التي ندعو اليها وما هي الوسطية التي يدعو اليها الاسلام ثم انتقلنا الى مرحلة اخرى تحدثنا عن الدور العملي لتيار الوسطية الوسطية ليست فكرة ذهبية محنطة وانما هي فكرة عابرة للأحزاب والحركات والتيارات والمجموعات والمذهب الاسلامية لذلك حرصنا ان يكون في هذا المنتدى تمثيل لكل التيارات والحركات وان يكون هذا المنتدى عابر لكل هذه المكونات المختلفة ليكون مؤهل ان يلعب دور جمع مكونات هذه الامة لذلك التحدي هذا كان تحدي في الدفاع وتجلية صورة هذا المفهوم بصورة نقية بعيدة عن التطرف او التفريط نعم اذا نأيتم بانفسكم في المنتدى عن المطبعين مع الكيان الصهيوني الذين يعتقدون ان ذلك وسطية صحيح هذا جزء والجزء الاخطر بصراحة ان قوى الاعتدال في العالم الاسلامي تشكل خطر كبير على مصالح الدول الاستعمارية لان تيار الوسطية هو تيار عقلاني يؤمن بالعمل الهادئ والتخطيط البعيد ويؤمن باعمال الفكر الاستراتيجي في مواجهة التهديدات والتحديات التي تتعرض لها امتنا هذا التيار حسب ما صدر عن مؤسسة تراند الامريكية كانوا يعتبروا ان اخطر قوى اسلامية هي التيارات المعتدلة لانها تمثل قمة الوعي والنضوج والتفكير في مقارعة ومواجهة القوى الاستبداد والاستعمار بينما المتطرفين يعني هم يفيدوا ويمكن توجيههم ويمكن دراسة ردات فعلهم وبالتالي الاستفادة من جهودهم في احداث مبررات لاستمرار الانظم المستبدة في الاستبداد واحكام الطوارئ وما الى ذلك وايضا يعطوا مبرر للقوى الاستعمارية في ان تحتل بلادنا بحجة ان هناك تطرف وان هناك والامثل على ذلك كثيرا القاعدة وداعش وما الى ذلك نعم استاذ مروان كيف تعاملتم في المنتدى مع قضايا الامة المصيرية كقضية فلسطين مرورا بالعراق بدول عربية واسلامية خاصة في هذه الاوقات بالذات بالتأكيد بوصلة المنتدى هي يعني البوصلة الحقيقية لمفهوم الاسلام الصحيح الذي يعني باستمرار الوقوف في وجه المحتل ومواجهة الظالم والانحياز دائما الى صف المظلوم والدفاع عن مصالح الامة الكبرى وعدم البحث عن الحلول الدبلوماسية السياسية التي تبرر الامر الواقع وتبرر الاحتلال وتبرر يعني وجود المستعمر في بلادنا لذلك نحن باستمرار كان موقفنا في المنتدى العالمي للوسطية ضد الاحتلال الامريكي في العراق في تأييد الشعب اخوانا في فلسطين في انتفاضاتهم المباركة المتتالية وفي جهادهم المستمر في مقارعة المحتل ودفاع عن مقدساتنا وعن المسجد الاقصى وعن كافة المقدسات المسيحية الموجودة في المنطقة وهذا امر طبيعي وإلا لن تكون هي وسطية ستكون اداء لتخدير الامة كما يريدها بعض الحكام وبعض الأنظمة السياسية والوسطية كنا حريسين من اللحظة الأولى على أن يكون موقفنا واضح من كل القضايا التي تتعرض لها الامة في الداخل وفي الخارج هل واجهتم انتقادات لمواقفكم هذه؟ بالتأكيد واجهنا ولازلنا نواجه الآن ويتعرض المنتدى الحقيقة إلى مضايقات كثيرة في كثير من البلدان والدول ونتيجة مواقفنا الواضحة من كثير من القضايا المتعددة لكن نحن نعمل بطاقتنا ونعمل بجهود إخواننا في هذا المنتدى في توضيح كافة القضايا وبيان مواقفنا المتعددة المختلفة من كل ما جرى في العالم الإسلامي من محاولات استبداد من محاولات هيمنة من انقلابات عسكرية استهدفت مصادرة قرار الأمة في أن يكون لها تمثيل وللأسف يعني أننا أكبر موضع لتواجه العالم الإسلامي أن العالم الإسلامي لا يشارك حقيقة في اتخاذ قرار في أن يحكم نفسه العالم الإسلامي منذ أن خرج المحتل وظف مكانه من يرعى مصالح المحتل ولا يرعى مصالح الشعوب ولذلك لم يجري حتى هذه اللحظة أي انتخابات حقيقية حرة في العالم العربي كله تم تقسيمه إلى عشرين أو أكثر من عشرين دولة يعني عربية وإسلامية وهذه الدول كلياتها لا زالت تقطع إلى حكم استبدادي تم كما تحدث أحد المفكرين يظن شاكر النابلسي تحدث أنه في كتابه الشهير المحظور والممنوع من التداول اللي هو الحكم العسكري في مصر وبلاد الشام نعم وتحدث هو عن أنه القوى الاستعمارية أسست جيوش ثم أسست أنظمة سياسية في العالم العربي وهذه الجيوش تم ربطها بشكل مباشر مع الدول الاستعمارية اللي هي بريطانيا وفرنسا وأمريكا لذلك يعني يعني نعتقد أن هذا من أكبر المعيقات التي يجب أن نتصدى لها برفق لمحاولة تحرير إرادة هذه الشعوب من قوى الاستبداد ومواجهة هذه القوى بأساليب فيها نوع من الحكمة لنبتعد عن استنزاف طاقات الأمة وعلمائها بالصراع والاحتراب والسجون والقتل وما يجري في كثير من عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي نعم أستاذ مروان قبل عقد من الزمن خرجت جماهير عربية وشباب عربي بدلا من تونس في الربيع العربي هذا الشباب كان يريد التحرر والانعتاق من الأغلال وكان يريد تغييرا حقيقيا لكن هناك أنظمة استبدادية ضغطت باتجاه قمع هذا الشباب العربي كيف تنظر إلى هذه المسألة وما موقفكم في المنتدى منه؟ الحقيقة هذا أنا بالنسبة لي على الصعيد الشخصي يشكل جرح دامي في نفسي باستمرار عدا عن أن موقفنا كان في المنتدى أننا لم نعتبر هذه الثورات يعني ثورات مكتملة الأركان لأن هذه الدول أسست كيانات عميقة وكان لها كما تبني قواعد للبيت كان لها نخب إعلامية ونخب اقتصادية ونخب في الجيش والدولة ونخب سياسية الثورات هي واجهة الشكل الخارجي للأنظمة السياسية فغيرت في البرلمان وغيرت في النظام السياسي لكن الدولة العميقة بقيت كما هي في كل الدول العربية والإسلامية سواء كانت في مصر أو في تونس أو في ليبيا أو في سوريا أو غيره هذا التغيير لم يكن ليشمل الجذور أو ليكون من أسفل البناء ولذلك كان من وصل إلى الحكم في هذه البلدان جلس على كرسي الحكم لكنه لم يكن يملك أدوات الحكم ولا يستطيع أن يضغط على أزرار الحكم ولذلك بعد أن صبروا فترة قصيرة استطاعوا أن يقلبوا هذه الأحلام ويقلبوا هذه الحركات الوطنية التي أوصلتها الجماهير لتحكم بإرادتها وتحكم بأمال هذه الأمة وقامت الثورة المضادة لإجهار أحلام هذه الشعوب في كل الدول التي رأيناها وأعتقد أن هذا درس بليغ لكل العاملين في الحقل الحركي والإصلاحي والسياسي في أن نعيد دراسة تجربة ما حصل في الربيع العربي لنستخلص منها درس كبير جدا هو أن التغيير لا يمكن أن يكون من خلال الديمقراطية ومن خلال صندوق الاقتراع لا بد أن تبني قواعد عميقة لرجال الأعمال ورجال الإعلام ورجال السياسة وفي الجيش وفي الدولة وأن يكون لك أدوات عميقة جدا تستطيع أن تحمي المنتج الذي يمكن أن تسعى لإخراجه أما أن تعتمد أن الديمقراطية هي وسيلة أو هي الطريق الذي يمكن أن يوصلك فأعتقد أن هذا درس فاشل الدرس البليغ هو أن الديمقراطية فقط هي آلية يمكن أن تكشف ما لديك وما لدى الآخرين من قوة لكن لا تستطيع أن تستمر في الحكم ولا يمكن أن تتمكن ولذلك وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضرهم التمكين غير عن الوصول للسلطة وغير عن الجلوس على كراسي الحكم هذا التمكين يحتاج إلى أدوات وأعتقد أن الجماهير التي خرجت بالملايين لم تكن تملك هذه الركائز الأربع التي أشرت إليها نعم بعد الربيع العربي الأول وفي خضم هذه الأحداث المتتالية يعتقد مفكر أمريكي بأن هناك ربيع عربي ثاني قادم وأيضا صرح وزير الخارجي العماني بذلك قال هناك ربيع عربي قادم أنتم وفق تصوراتكم هل تعتقدون أن ربيع عربي قادم في العالم العربي؟ أنا أعتقد أن تحولات الاجتماعية هي موجات كما هي موجات البحر الموجة الأولى كسرت من قبل الدولة العميقة والأنظمة الاستبدادية التي كانت تحكم منذ ولاها المستعمر مقاليد الأمور في دولنا العربية والإسلامية بشكل أو بآخر لكن الشعوب هي الباقية والأنظمة هي العابرة والمتغيرة أنا في تقديري أن إرادة رب العالمين أقوى من إرادة هذه الأنظمة وهذه القوى المتحكمة في العالم والله عز وجل أرسى قانونه وتلك الأيام نداولها بين الناس وهذه المداولة تعني أن هناك يوم لك ويوم عليك وأنا على يقين أن الموجة القادمة للربيع العربي ستأتي بشكل آخر غير الشكل الذي كانت شافته في عام أو رأته في عام 2010-2012 وثقة في أن الإسلام قوة حية إن شاء الله والكل يتنبأ يعني بهذا الأمر وما يعلم جنود ربك إلا هو وفي تقديري أن القوي لن يبقى قويا إلى الأبد وضعيف لن يبقى ضعيفا إلى الأبد وهذه سنة الحياة هم يحاولوا أن يكيدوا كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قناعتي أن هذه الأمة حية واللادة طاقاتها يعني مخزونة في عمقها وفي رسالتها وفي قرآنها وفي صدور رجالها وشبابها وظروف تتهيأ إن شاء الله إلى موجة قادمة من الربيع العربي يمكن أن تأخذ هذه الأمة دورها وتعود إلى صدارة القرار في العالم ككل ضمن معادلات الله عز وجل يديرها لكن علينا نحن في المؤسسات الثقافية والفكرية والحركية أن نستفيد من التجارب الماضية وأن لا نعيد نفس الدروس من خلال تعميق مفاهيم العمل الناضج في البناء وفي الحركة وفي إنشاء الدولة والبعد عن اللغة العاطفية والخطابية وأيضا محاولة استحداث واستنباط أساليب وأشكال جديدة في الحركة وفي العمل وفي الدعوة لا تجعلك عرضة للإصطياد من قبل أعداء هذه الأمة يعني هم يتفننوا وأنت مطلوب منك أن تتفنن أيضا وتحتال لدين الله عز وجل بما يؤهلك لأن تكون في مكان القيادة والريادة لأن تكون جندي من جنود الله عز وجل في الأرض نعم أيضا أستاذ مروان في عام 2019 وبالتحديد شهر تشرين أول خرج شباب عراقي ينادي بوطن يعني هذا الشباب أحس بأنه قد استبيحت حريته وبأن وطنه قد انتزع منه بفعل قوى خارجية أمريكا إيران هذا الشباب قتل وهناك من عذب وهناك من يعني تعرض لأنواع كثيرة من العنف هذا الشباب الحي الذي خرج بصدور عارية يريد التغيير كيف تنظرون إليه؟ يوسيدي هي قبل 2019 مجرد ما بدأ الشعب العراقي يصحو إلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقه وخرجت المحافظات كلها في عهد المالكي وبدأ العراقيين يستفيقوا إلى ضرورة استلام مقاليد أمورهم بأنفسهم وطرد هذه الحكومة العميلة للأمريكان والإيرانيين أعتقد هناك جهود شيطانية خبيثة ساهمت في إجهاض هذا المشروع من خلال خلق ما سمي بداعش وهذا الكيان السرطاني الذي تم إخراجه تم من خلاله شيطنة الحركة الشعبية الكبيرة التي خرجت في كل المحافظات العراقية وأصبح الداعش كيان دولي عظيم وتمتد في كل الدول وتضرب في فرنسا وتضرب في إيطاليا وتضرب في استراليا وكأنها كيان يعني عابر للدول وعابر للحدود وفي الحقيقة أنه كيان استخباري إسرائيلي أمريكي صناعة مقصود منها إفشال كل حركات التحرر وشيطنتها وتوظيف هذا الكيان السرطاني الذي صنع وانتج في المختبرات الاستخبارية الغربية والإسرائيلية لضرب هذه الحركات وأنا أعتقد أن الشباب العراقي الذي خرج في عام 2019 هو لا شك لا زال موجود ولن ييأس وهو لا زال عليه الأمل كبير في أن يحاول أن يأخذ زمام المبادرة في مرة ومرة ومرة حتى يخرج المحتل من العراق وتتحرر إرادة الشعب العراقي ويتحرر أيضا قرار الشعب العراقي الاقتصادي والسياسي من هيمنة القوى التي دخلت إلى العراق سواء كانت إيران أو كانت أمريكا وإسرائيل نعم أيضا ننتقل إلى دور المرأة المسلمة في نشاطات مختلفة في المجتمعات العربية كيف تنظر إلى هذا الدور؟ وهل لكم مساهمات للمرأة المسلمة في المنتدى؟ شوف المرأة بشكل عام في العالم الإسلامي كان لها دور كبير جدا في مواجهة الحركات الاستعمارية عبر التاريخ والفرنسيين عندما احتلوا الجزائر ما كثوا 150 سنة وقتلوا يعني أكثر من مليون ونص جزائري من خيرة شباب وعلماء الجزائر لكن وجدوا بالنهاية أن هناك محاضن من حركات من بيوت من أسر تنتج باستمرار طيلة العقود من السنوات بل وقرون تنتج الشباب الذي يخرج لمقاترة ومقارعة هذا المستعمر حتى أخرجوا فأعداءنا يجلسوا باستمرار ويفكر ويحللوا كيف يمكن لهذه المرأة التي تربي ابنها على الجهاد وعلى القتال وعلى حب الأوطان والانتماء للدين والعقيدة وحفظ القرآن الكريم كيف يمكن أن نحيد هذه المرأة عن هذه الرسالة وعن هذا الدور من خلال أدوات متعددة منها طرح مفهوم حرية المرأة وهو في الحقيقة تحريرها من القيم والأخلاق والدين بحجة ما تعالين مرأة من ظلم نتيجة العادات والتقاليد السائدة في بعض الدول التي كانت تمنعها من قيادة السيارة وتمنعها من الخروج إلا بالنقاب وما إلى ذلك نحن نعتقد أن المنتدى قدم مفهوم جديد في ضرورة أن يكون هناك خطاب وسطي لقضايا المرأة يعني يحرر المرأة من الظلم الاجتماعي الذي يقع عليها نتيجة الموروث التقاليدي السائد في مجتمعاتنا خاصة البداوة وما إلى ذلك وفي نفس الوقت يواجه المفهوم الغربي الذي طرح في نظرة لقضية المرأة من خلال اتفاقية سيدو ولذلك عقدنا عدة فعاليات ونشاطات ومؤتمرات في بيان موقف الإسلام من هذه الاتفاقيات الدولية التي تستهدف تحطيم الأسرة المسلمة وإخراج المرأة من قيمها ومن احترامها ومن دورها الحقيقي كحاضنة وكمربية للأسرة وليست فقط كنصف المجتمع وإنما كل المجتمع لأنها تربي النصف الآخر لذلك أعتقد أن الدور كبير جدا للنساء في عملية البناء والتوعية وزرع قيم الولاء لهذا الدين وزرع قيم المواطنة لدى الأبناء والشباب وهذا الدور يحاول الآن الغرب من خلال تسويق هذه الاتفاقيات من خلال دولنا كلها فرض هذه الاتفاقيات وإعطائها صفة تعلو على القوانين والأنظمة السائدة في هذه الدول لتحطيم الأسرة وتغيير مفهومها نحن نتصدى لهذا الأمر من خلال الحوار ومن خلال اللقاءات ومن خلال النشاط الإعلامي من خلال المدارس ومن خلال الجامعات يعني بطرق متعددة حسب المتاح نعم الآن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لإكمال اللقاء مشاهدنا فاصل قصير نعود بعده لإكمال اللقاء مشاهدنا عدنا من جديد إلى رقاء خاص مع المهندس مروان الفاعوري الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية مرحبا بك أستاذ مروان ثانية أهلا بكم أهلا بك تؤكدون دائما على معالجة الغلو والتطرف كيف ذلك؟ شوف يعني أنا بدي أحكي معك بصراحة أن مفهوم الغلو والتطرف الذي كنا نتحدث به في المرحلة الماضية قد الآن فرض علينا الواقع الجديد أن نتجاوزه لأن الغلو الذي نتصدى له الآن هو غلو الأنظمة وغلو القوى الاستعمارية على العالم الإسلامي وليس الغلو الذي يتحدث عنه من خلال مجموعات ومن خلال حركات صنعوها لمحاولة ربط الإسلام بالإرهاب والتطرف نحن نريد أن نكون أداة في كشف هذه اللعبة وفي كشف هذه المؤامرة التي ربطت بين الإسلام والإرهاب والتطرف لذلك نحن عندما نتحدث عن مواجهة الإرهاب فنحن نتحدث عن مواجهة الإرهاب الإسرائيلي عندما نواجه التطرف في النظرة والتعامل مع العالم الإسلامي ونظر إلى القضية الأوكرانية الشعب الأوكراني الغرب كله الآن يسلح ويمد بالمواد والأسلحة ويعتبر أن دفاعه عن وطنه حق مشروع بينما الفلسطينيين أو العراقيين لا يسمح لهم بالدفاع عن أوطانهم بل يصنفوا على قوائم الإرهاب الكيل بمكاين مزدوجة اللاجئين الأوكران يستقبلوا وتوزع عليهم الشكراطة والأموال ويستضافوا وتقدم لهم كل الخدمات بينما اللاجئين العراقيين أو السوريين أو اليمنيين يتيهوا في البحار ويغرقوا على الشواطئ بل يقتلوا في البحار والشواطئ الأوروبية عن قصد وهذا ما كشف عنه أخيراً في قرار سر متخذ من الاتحاد الأوروبي في إغراق كثير من السفن التي تحمل اللاجئين حتى لا يأتوا إلى أوروبا هذا المفهوم الذي نحن الآن نتصدى له نحاول أن ندافع عن صورة الإسلام الناصعة الصورة الحضارية للإسلام ونحن الآن نتحدث عن مفهوم جديد هو ضرورة التقدم في مشروعنا الحضاري الإسلامي الذي يجمع قدرات هذه الأمة من علماء ومفكرين وحركات سياسية لتكون كلها ضمن إطار عمل مشترك بعيد عن التصادم ومحاولة الخلوص من الصراع المذهبي الذي يستنزف كما قلت طاقاتنا الداخلية لمواجهة أعداء هذه الأمة هذا هو مشروعنا القادم لا نريد أن نكون أداة وجزء من مشروع غربي في التركيز على موضوع التطرف وكأن التطرف هو إسلامي داخل الدول الإسلامية والإرهاب هو إرهاب إسلامي لا الإرهاب غربي الإرهاب صناعة أمريكية إسرائيلية وهم من صنع هذا الإرهاب وإذا حاولنا أن نرجع إلى دراسات وإحصائيات لعمليات إرهابية ارتكبت من عام 2006 إلى عام 2009 في مركز دراسات الأهرام أثبتوا أن أكثر من 98% من العمليات الإرهابية لم يرتكبها مسلمون وليست في العالم الإسلامي وأن 2% فقط أعمال ارتكبت في الدول العربية والدول الإسلامية ونعرف دوافع هذه العمليات الإرهابية كانت لمحاولة تدمير الشعب العراقي تدمير سوريا إجهاد ثورة الشعب السوري تحطيم اليمن تشييع عواصلنا كلها تهجير السنة في العالم الإسلامي ككل وهذه كلها كانت بما يخدم بالنهاية المشروع الصهيوني الغربي نعم لماذا برأيك أستاذ مروان دائما الشعوب العربية هي الضحية؟ يعني الآن بعد كما نشاهد في هذه الأوقات أن الصراع الروسي الأوكراني تقول تقارير بأنه سيؤثر على الأمن الغذاء العربي لأنه سيفتقد العرب إلى شحنات القمح لماذا ربطنا أنفسنا نحن كعرب ولدينا الكثير من الموارد والثروات؟ لماذا ربطنا مصيرنا بهؤلاء؟ يا سيدي إحنا كما قلت لك ليست هناك دولة عربية مستقلة وليس هناك استقلال للعالم العربي ونحن بقينا منذ خرج المستعمر إلى الآن تحت الهيمنة وتحت المندوب السامي البريطاني أو الفرنسي أو الأمريكي في العالم العربي ولذلك مشاريعنا التنموية الحقيقية لم يسمح لها في أن تطبق لا في زراعة ولا في صناعة ولا في معرفة ولا في إنتاج معرفة ولا في توطين معرفة حتى في العالم الإسلامي لا يعقل أن العالم الإسلامي بإمكاناته الضخمة جدا لا يستطيع أن يصنع دراجة أو سيارة لماذا؟ لأنه إحنا مفروض علينا التخلف ولا يوجد دولة عربية أو إسلامية تملك قرارها كل الدول تحت السيطرة وتحت الهيمنة ومفروض عليها أجندات محددة في عملها وفي حركتها لذلك إحنا الآن يعني نعاني ونقطف الثمار المرة في أنه إنت يعني اعتمادك في غذائك وفي دوائك وفي كل قضاياك على غيرك يعني وهذا هو المطلوب إذن ما العمل تجاه ذلك؟ العمل هو يعني إعادة تعريف الدول الوطنية والاعتراف أنه لا يوجد هناك استقلال وتحديد أولوية حقيقية للدول العربية والإسلامية في استكمال استقلالها ثم امتلاك قرارها نحن لا يوجد ولا دولة عربية واحدة يمكن أن تقول عنها أنها دولة مستقلة كلها تحت الهيمنة وتحت سطوة المستعمر وهناك يعني من يحكبنا بنيابة عن هذه الدول المستعمرة نحاول أن نجد صيغة لتجاوز هذا الأمر دون الدخول في صراعات داخلية قدر الإمكان لمحاولة امتلاك قرارنا مرة أخرى والوصول إلى حالة الاستقلال عندها سنستطيع أن نلحق بركب الدول وإحنا عندنا من المقومات والقدرات والإمكانات والثروات ما يمكن أن يجعلنا القوة الأولى أو الثانية في العالم لكن هم يعتبروا أن العالم الإسلامي يشكل خطر كبير عليهم بما يحملوا من مقومات وحدة ومما يحملوا من مقومات اقتصادية لذلك يتصدوا لنا باستمرار في كل أشكال التفكيك والتدمير ويخلقوا لنا من الأزمات الداخلية ما يجعل عجلة البناء والتطور تأخر في وتيرة حركتها نعم أستاذ دعوتم في المنتدى العالمي للوسطية إلى كفالة المجموعات العرقية والإثنية والثقافية داخل البيئة الإسلامية المستوعبة والشاملة والجامعة لكل هؤلاء كيف ذلك؟ شوف الغرب الآن يحاول أن يطرح كثير من الشبهات حول المشروع الإسلامي وأنه ضد المكونات الدينية والإثنية والعرقية وكان جزء من رسالتنا هو إعادة إنتاج مفاهيمنا الإسلامية في تعاملنا مع أهل الكتاب في تعاملنا مع المختلف معنا عقائديا أو مذهبيا أو فكريا وأن الإسلام حفظ لهذه المكونات كرامتها وحقوقها ولذلك نحن ندعو باستمرار إلى لقاءات ومؤتمرات ونترك المجال لهؤلاء الممثلين لهذه الإثنيات والعرقيات والأديال يتحدثوا للحوار ويقدم أوراق عمل ويعتبروا أن المنتدى منبر حر لطرح مظالمهم أو شكاواهم وللأسف أن ما يمكن أن تجدوا هذه الإثنيات من حرية ومن كرامة في الإطار الإسلامي لا يمكن أن يقارن مع ما يجدوا من الطهاد الآن في داخل المجتمعات الغربية أو الأوروبية أو غيرها نعم البعض يقول بأن المنتديات الفكرية هي مجرد اسلوب للتنظير لكنكم في المنتدى العالمي للوسطية استطعتم الانتقال من إطار التنظير إلى التطبيق على أرض الواقع كيف ذلك؟ شفحنا المنتدى ليس نخبة تجلس وتصدر بيانات وقرارات ومؤلفات وكتب يعني المنتدى هو مشروع يمثل روح جديد في الأمة ويمثل إطار جامع لعلماء وقادة ومفكرين وشخصيات لها دور عملي وحركي وكان للمنتدى أدوار في حركة الربيع العربي في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي ليبيا وفي مصر وحاولنا أن يكون لنا دور في إحداث مصالحات في داخل هذه المجتمعات حتى نحاول أن نجنب هذه التحولات أو هذه الثورات أن يتم اختطافها وكان لنا مبادرات معروفة في مصر في محاولة نزع فتيل الصدامة الذي حدث بين القوى السياسية والعسكر وبين الحركة الإسلامية في مصر وقمنا بدور يعني وعقدنا لقاءات مشتركة في ذلك الوقت أنا والإمام الصادق المهدي وعدد من الإخوة أيضا كان لنا دور في محاولة التقريب بين الإخوة الفلسطينيين في حركة حماس وفي السلطة الفلسطينية في الأزمة اليمنية أيضا مع السعودية كان لنا تحرك وكان لنا دور باستمرار يحاول المنتدى أن يكون له دور في تركيا أيضا في الأزمة التي حصلت قبل الإنقلاب كان هناك محاولة لمصالحة أو تقريب وجهات النظر بين الفرق المختلفين يحاول المنتدى من خلال قياداته ومن خلال أدوار يعني نحاول أن نجد لنفسنا طريق يعني يمكن أن يكون طريق المصالحات طريق التفاهمات طريق تبريد الأزمات تصفير المشكلات بكل دولة من الدول الإسلامية والعربية نحاول أن يكون لنا دور وكان في آخرها في تونس وفي الأزمة التي حصلت في الفترة الأخيرة نعم مستقبلا هل لديكم أدوار أخرى تفكرون بها والله الآن لا شك أن كورونا كان لها دور سلبي في الحد من الحركة والسفر والنشاط لكن في المرحلة القادمة إن شاء الله في خطتنا أن يكون لنا أدوار عملية إن شاء الله في محاولة بلورة إطار جديد للعمل الإسلامي ومحاولة الاستفادة من العشر سنوات الماضية من خلال دراسات ومن خلال مؤتمرات وأيضا في عنا الآن توجه للانتقال إلى الساحات الأوروبية لمحاولة توصيل أو الوصول إلى مفاهيم جديدة في العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي كجزء من تغيير القناعات وتكوين تيار اعتدالي عالمي يمكن أن يكون له دور عقلاني في الحد من غلو الغرب المتطرف في نظرته للعالم الإسلامي وأن يكون هناك نظرة منصفة ومواقف أكثر حكمة في نظر للقضايا العربية والإسلامية من تعتقدون في الغرب يتقبل ذلك من الجماعات والهيئات؟ شرائح كثيرة في الغرب الحقيقة تحتاج إلى فقط التواصل معها والحوار معها وبيان الرأي إلها لكننا للأسف ليست هناك دولة عربية تحمل هذا الهم وتوفر له الإمكانات وتدافع عن المشروع العربي والمشروع الإسلامي الدول كلها انخرطت فيما يسمى بالمشروع مشروع للمكافحة الإرهاب والتطرف وفي حقيقتها مكافحة الإسلام السياسي ومكافحة الحركات الواعية ومحاصرتها في العالم الإسلامي بل وفي العالم الغربي وفي النهاية يعني أور غزاته كسر عصاته كما يقولوا يعني لا ينال العدو من جاهل ما ينال الجاهل من نفسه هذه الحملة يعني تسيء وتؤذي بالنهاية قدرات هذه الأمة وتستنزف طاقاتها وتستنزف علماءها وتحاصر المنابر اللي بنيت عبر أكثر من خمسين ستين سنة في أوروبا وفي العالم الإسلامي وللأسف صرنا نقدم يعني نصائح وواسطات للدول الأوروبية أنه يمنعوا المد الإسلامي أن يكون له دور وفي هذا يعني إساءة ما بعدها إساءة للمشروع الإسلامي طيب لماذا دائما الإسلام يتهم بالإرهاب؟ الإسلام في حقيقته كان محرك حقيقي للشعوب في الربيع العربي في الفترة الأخيرة وبعد أن وصل الإسلاميون إلى الحكم في عدد من الدول في المغرب وفي تونس وفي ديميا وفي الجزائر وفي مصر وفي سوريا كانوا قوة كبيرة جدا في العراق كان لهم دور أعتقد أن هناك قرار كوني صدر من جهات نافذة على مستوى العالم في استهداف المشروع السياسي الإسلامي ومحاربته وشيطنته واتهامه بالإرهاب واعتباره حاضنة لكل حركات التطرف والجماعات المتطرفة وهذا كلام كذب لا أساسا له من الصحة وليس صحيحا إذن كيف نوضح فكرتنا؟ هذه هي رسالة الممتدى ورسالة كل العقلاء والحكماء في هذه الأمة في أن يوضحوا هذه الحقيقة الناصعة لهذا الدين وكشف هذه الألعوبة وكشف هذه المؤامرة القدرة التي أريد من خلالها تشويه المشروع الإسلامي وتشويه صورة الإسلام للحد دون أن تعطي الشعوب العربية والإسلامية ثقتها لهذه الشعوب كما أعطتها في الربيع العربي في الموجة الأولى نعم كيف استطعتم في المنتدى الموائمة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر؟ بالتأكد من خلال علماء الأمة الثقات المجددين يطرح دائما تساؤل أنه هل يعقل أن نتناول قضايانا المعاصرة بنفس الأدوات والوسائل التي تناولها فقهائنا المبدعين في القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى لا يمكن بالتالي نحن نعتمد على تلك الأفكار والرؤى وتلك الأطر في نظرة جديدة للمتغيرات التي أفرزتها مجتمعاتنا وواقعنا المعاصر ونقدم لها حلول بما يناسب الواقع وكان جزء من هذا الموضوع ما عمل لا في أكثر من مكان في تركيا وفي المغرب عقدنا مؤتمر مثلا رؤية وسطية للسنة النبوية وكان فيه هناك مثلا جزء من المفاهيم القديمة أن كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو واجب الأقض والاقتداء في حين أن النظرة الحقيقية الحكيمة أن هناك تصرفات للرسول صلى الله عليه وسلم صدرت بموجب أنه إمام وقائد سياسي وتصرفات صدرت منه على اعتبار أنه نبي وهناك تصرفات صدرت على اعتبار أنه بشر وليس بالصفة النبوية عندما رفض أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنه زوج ستة فاطمة يعني الرسول غضب وقال لا يمكن أن تجتمع فاطمة وابنة أبي جهل في بيت واحد يعني هذا يعني كلام عاطفي من أب يعني لكن ليس هذا هو التشرية أيضا عندما كان يستشير في المعارك يعني كان ينزل على رأي الآخرين وليس هذا وحيا لذلك إحنا حاولنا أن نبين أن الالتزام بحرفية كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقود إلى مفهوم من مفاهيم التطرف والالتزام بحرفية التصرفات لذلك نحن بحاجة إلى التمييز بين تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم كنبي وكإمام وكبشر ولذلك هذه أحد تجليات الموائمة بين العصر ومين الأصر نعم أيضا تناقشون دائما موضوعة الإفراط والتفريط هل من توضيحها بذلك؟ يعني هو يعني الملهج الوسطي يدعو دائما إلى ضرورة التوازن والبحث عن الأيسر ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إسرهما لكن لا يعني هذا البحث دائما عن الرخص والبحث عن الأشياء التي يمكن أن تميع الدين في نفس الوقت نحن ضد موضوع التشدد لأن التشدد ليس من سمة هذا الدين وهذا إن هذا الدين متين فأوغل فيه بالرفق فإن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع لذلك نعتقد أن رسالة الوسطية ورسالة الإسلام الحقيقية هي رسالة اليسر ورسالة الحكمة ورسالة الرشد والبحث دائما عن الحلول التي تبشر ولا تنفر تيسر ولا تعسر نعم أيضا ننتقل إلى موضوع الإحباط لدى الشباب العربي يعني كيف تنظر إلى هذا الموضوع يعني نرى من خلال العديد من التقارير والموضوعات التي تنشر أن الشباب العربي أصبح الآن محبط لأسباب كثيرة ما رأيك في ذلك؟ أخي إحساني يعني الشباب العربي نتيجة صدمات حضارية كثيرة نتيجة الشعور بالفارق التقني بين الغرب وبين العالم الإسلامي نتيجة تهميش هذا الشباب أن يكون له دور حقيقي في صنع القرار نتيجة غياب دور للأحزاب السياسية في صناعة القرار وأيضا تغييب الشباب وتحييدهم عن أن يكون لهم دور أصلا في الأحزاب السياسية عدا عن شعورهم بأن هذه الدول لا تمثلهم حقيقة هذه الدول هي أدوات قمعية لاغتيال أحلام أبناء هذه الأمة وفي طلعتهم الشباب هذا بحد ذاته يكون يعني يكون الإحباط المطلوب أصلا للشباب لأنهم هم قوة التغيير وهم الطاقة الكاملة لكن بأعتقد أنه دور التيارات الإسلامية ودور الحركات الواعية هي مزيد من بعث الأمل ومزيد من توظيف طاقات الشباب في البناء والتجميع والحركة كيف يمكن أن يكون هذا التوظيف؟ يا سيدي أول شيء أن يكون لهؤلاء الشباب أطر مختلفة داخل الحركات الإسلامية ثم البحث عن فرص لتنفيذ مشاريع تربوية مشاريع اقتصادية مشاريع تقنية علمية مشاريع معرفية مشاريع سياسية لاستيعاب طاقات هؤلاء الشباب في البناء وفي نفس الوقت تحييد هؤلاء الشباب أن يكونوا أداة لاستهداف من قبل هذه الدول بأنهم جزء من مشاريع الإرهاب ومشاريع التطرف لأنه الآن أي مشاريع إسلامية صارت مباشرة تضع هذه الدول عليها علامات استفهام وتحارب الشباب فيها لذلك نحن بحاجة إلى البحث عن أطر متعددة بعيدة عن الصدام والإثارة لهذه الأنظمة السياسية التي يمكن أن تستهدف هذه المجموعات من الشباب وينخرطوا في البناء الاقتصادي في بناء المجتمعات في بناء الدول ويكون أيضا لهم محتوى فكري إسلامي يمكن أن يستفد منه بعد عشر سنوات أو أقل لاستئناف الدور المطلوب في بناء مشروعنا الحضاري الإسلامي إن شاء الله أخيرا أستاذ مروان هل تعتقد أن عالمنا العربي والإسلامي يتعرض لسياسة التجهيل؟ من زمان وليس من اليوم يعني إحنا نتعرض إلى هذه السياسة ولذلك قلت لك يعني إحنا محرم علينا امتلاك المعرفة ومحرم علينا توطين المعرفة ومحرم علينا إنتاج هذه المعرفة ومحرم علينا التكنولوجيا بأشكال هل إحنا مسموحنا في استهلاك التكنولوجيا مسموحنا نستهلك سيارات نستهلك كمبيوترات لكن أن ننتج أن نفهم أن نعرف أن نصنع هذا ممنوع بالنسبة لنا وهذه مسؤولية أنظمتنا السياسية التي شاركت في فرض عملية التجهيل على دولنا لذلك أنا أعتقد أن الدور المطلوب هو محاولة استمطار أو استنتاج المعرفة واستخراج هذه الوسائل البنيوية التي يمكن أن تجعل هذه الأمة في موضع القوة لنبني دول قوية كما حصل في تركيا وكما حصل في ماليزيا وفي غيرها من الدول نعم إذن في ختام هذا اللقاء أشكرك أستاذ مروان الشكر الجزيل شكرا لك أخي إحسان وتحياتي لكم وإخواننا في قناة الرافدين وكل أمنيات التوفيق لكم شكرا لك مشاهدنا كان هذا لقاء مع المهندس مروان الفاعوري الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية حتى ألتقيكم في لقاءات قادمة لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا أستاذ شكرا لكم